نكمل معكم أبناء الطلبة الجزء الأخير من درسنا لهذا اليوم واللي هو نقرأ أسئلة المناقشة ونجاوب عليها فيكون المطلوب منعدكم كتابة الأسئلة والإجابة عليها في دفتر التربية الإسلامية السؤال الأول مثل عيسى كمثل آدم بيّن ذلك شن هو شن هو في وجه التشابه بين عيسى عليه السلام وبين نبينا آدم كانت أولى معجزات عيسى أنه ولد من غير أب فأمه مريم العذراء التي لم يمسها بشر ولم تكن متزوجة وليس هذا بأمر عجيب على الله فقد ولد آدم عليه السلام من غير أم أو أب خلقه من دراب فالله تعالى قادر على كل شيء إذن نبي الله آدم ولد ما عند أب وكذلك عيسى عليه السلام مثل ولد من غير أب أثبت السؤال الثاني أن عيسى أمر في أولى كلماته وهو رضيع فما الذي قاله وأثبته نبي الله عيسى من رب العالمين خلا يتكلم هو صغير شن قال تكتبوا لهذه الآية قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا السؤال الثالث طبعا السؤال الرابع سوف ترك لأنه هو السؤال الثالث هذا ستكون لهذه المعلومة من ضمن السؤال الثالث السؤال الثالث والأخير عدد أربع معجزات للنبي الله عيسى السؤال الأول معجزة الأولى نكتبها نقول أولا ألف تكلم عيسى عليه السلام في المهد أي تكلم وها طفله رضيع اثنيا يعمل من الطين أشكال فينفخ فيها فتصبح طيورا حقيقية تطيروا بإذن الله المعجزة الثالثة يشفي الأبرصة بمجرد أن يمرر عيسى عليه السلام يدهو عليه والبرص حيث ما قلنا هو بياض يصيب الجلد جلد الإنسان وكذلك جعله يشفي الأكمة والأكمة هو الإنسان اليولد أعمى أما المعجزة الرابعة استمر بأن إسرائيل بتشكيكهم بنبيهم طلبوا آخر شيء من عندهم طلبوا من عند أن يحيي الموتى فأحيى الموتى بإذن الله عز وجل شكرا لكم أبناء الطلبة وأتمنى لكم يوم جميل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم